وعيز من يرجع زي زمان قولي الزمان يرجع الزمان عليا النعمة فنم من يومك حبيب أزملك اسمعني لو أنت أسوأ أنا حنية لو أنت نار أنا مية عيني 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 أرتش أنيج مترتش وربنا نخسره في البلد بقول لك يا أبو الحماكيش كنت عايزة فتحك في موضوع كده وربنا ما معاه فلوس زموليكس وهو حد جاب سرتي الفلوس دلوقتي عموكشة أصلا كل اللي يفتحني في موضوع اليومين دول بيبقى عايز فلوس والعملها نشفة زي ما انت شايف عمال أطلب مشاريب عن نوتا لما بمكة ذهق مني وعيترد من الأهوة ما الموضوع اللي أنا عايزك فيه دا حموكشة لو تم أنا اللي هدفعلك الحساب من هنا ورايح بتتكلم جدا زموليكس زي ما بقول لك كده ايه وعا كل ايه تأثار يا دا ممس أنا عند حد يشيل بدل ما حد ينصب عليك لا لا الموضوع مش كده خالص يا أبو الحماكيش ايه بقى ورس يا ابن المحزوز ايه جدك اللي في اليونان مت لا برضو مش كده خالص اه ملا ممس واخوشتين عليك عينوك مدير في البنك الأهلي ولا ايه ايه اللي انت بتقوله دا حموكشة اصلا غريبة يعني حساب ايه اللي هتدفعه لي من هنا ورايح دا انت على طول بتخلع وتدبسني في الحساب قصة حموكشة من الاخر كده ومن غير لفه وداران انا طالب القرب منك اتقرب اكتر من كده يا ممس اتقود على الحجر ولا ايه انا قصد عايزة ناسبك حموكشة ناسبني يا ابن ما انت عارف ان انا ما عندش اخوات بنات ايوة واخد بالي ارا طالب القرب منك فخة امراتك انت قلت مين السعادة حموكشة يا اختي فوزي ودون انا عند بنات الخلق ملقتش غير السعادة ممس ايه بس حموكشة يا فقه حاجة تتعيب ولا ايه ايه الشهادة لله مفقاش بس يشمع ناس وحد يعني ودي شفتها فين دي فيها يا عموكشة ما صعبة اختي في الجامعة وعلى طول بتحكيلي عنها وكده وحكيت لك ايه بقى ان شاء الله انها حلوة وكده اه ما صعبتها لازم تقولك كده عمار ايه ده يعني هي مش حلوة ايه من ناحية الحلوة حلوة بس بلاش اممس بلاش لا حموكشة ده انت صاحب واخوي وانا مش هلا احسن منك اتجوز اخت امراته ما انت عشان صاحب واخوي بقولك بلاش اممس ليه بس فهمني اه ده انا مش طول النهارة عمال اشتجيلك من اختها واللي عملا فيها وانا مالو مال اختها ما ايه نسخة تبكي لاصل منها اه حموكشة اما انا مش زيك برضو قصدك يا ممس لا مش القصد حموكشة بس انت عصبي واحنا كلنا عارفين وبتحمبازها زيادة على اللجوم انا لا ايوا انت حموكشة وما بتسمعش اللي نفسك وبتحب تفرد رأيك في كل حاجة انا لا ايوا ايه ضربان عليك الامان يا جبان اما احنا مخبين عليك طول العمرة حموكشة مش عايزين نقولك بس جي الوقت اللي تعرف فيه الحقيقة مبتعرفش الساس امورك وتقول كلام حلو انما انا غيرك في الحتة دي قابل اسمع مني بلاش قول بقى ان انت مش عايز حد هتفوق عليك ويقولوا ان نلعب فيك قابل بلاش العيلة دي بالذات بقولك اعموكشة ما تخلنيش عندما من جيتلك وكبرتك انا كان ممكن اروح لوحد بس انا برضو بفهم في الاصول وانا عشان بفهم في الاصول بقولك بلاش ما تحاولش انا خلاص خدت قرار وهتجوزها يعني هتجوزها ولو ما جيتش معايا انا هروح لوحد انت حر انا عملت العلية ونصحتك هاجي معاك وامري لله وربنا اسمحنا عالجريمة اللي هنعملها دي بس افتكر اني قلتلك بلاش انت ما قلتليش لها فوزية على موضوع اختك ده انا لسه عارفة زي زيك بقى ايد اختك عن الوضع فوزية انا معلتيش صحاب غيره مش عايز اخساره وانا ما لها اخوي هو اللي مدلوق عليها ومعجب بها وعايز تجوزها وانت اختك موافق؟ اه موافق ما هي لازم توافق طبعا اتلاقوا احمر زي ده تاني فين؟ يا بنت ده صايع وضايع ويرد سجول ماينفعلهاش والله ها عندك ايه؟ ازايك يا ابي حموكشة؟ كويس يا اختي ازايك يا ممس؟ الحمد لله ما لك اتبش على بعدك ليه؟ احبها اواحة موكشة؟ احبك برس وعشرة خرصة بعيد اابني بلاش بيه حاجة حموكشة؟ لا اخت مفيش خليك في حالك اابني انت متأكد من الكلام ده؟ اه متأكد وانت ابنت متأكدة ان ده الشخص اللي هيستعملك اه قصد هيعوضك؟ ربنا يقدرني وخليه اسعد رجل في الدنيا انا بيتعيال اسماتك جملة دي قبل كده؟ بعدين احموكشة الواد مش حمل اختك لا لكش دعوه هو عايزة وهي عايزة اطلع انت منها طب احنا نعمل فترة خطوبة السنة لا لا سنة يا حموكش انا جاهز من مجميعه احنا نتجوز دلوقت اابني العبيطة خد فكرة وتجوز بكرة لا 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 احنا نتجوز دلوقت خير البر عاجله عندك حق يا اخوي عين العقل استمعينا ظهرتها عروسة ابتكر انه قلتلك بلاشا ممس شكرا